لو تفتكروا حضركم كنا عندنا حلقة من حلقتين تلاتة كانت عنده الجنباز وكان معنا الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز والمدير الفني وقلنا ان الجنباز يعرف حتة تانية الحقيقة في النادي الاهلي واحد الاخبار المتعلقة بالجنباز واللي بتثبت صحة كلامنا جنباز الاهلي الناشئين يتوج ببطولة الجمهورية وده طبعا سوري كابتر محمد فؤاد المدير الفني اللي كان مشرفنا منذ حلقتين فريب جنباز بالنادي الاهلي لناشئين تحت 15 سنة حقق المركز الاول والمدينة الذهبية في بطولة الجمهورية والتي لعبت على صالة نادي مدينة نصر الاهلي اللي حقق المركز الاول بعد ما فاس بست مدينيات ذهب خمسة فضة اتنين برونز ستة ذهب خمسة فضة اتنين برونز فلاق اللاعب شرف الدين محمد حقق المركز الاول في جهاز حصان الحلق والمركز التاني في جهاز حصان القفز والمركز التاني في جهاز العقلة والمركز التاني في جهاز المتواجه وحقق المركز التاني في الفرد العام ده لعب واحد حسنا متكلم على لعب واحد بكملش 15 سنة بسم الله ما شاء الله عليه وعايز اقول لكم ان الجنباز عبارة ستة اجهزة عشان بس حضراتكم تبقى عارفين الجنباز مش فرع واحد هما ستة افرع ستة اجهزة كمان حق اللاعب مثل حازم المركز الثاني في جهاز الحلق والمركز الثاني في جهاز المتوازي و المركز الثالث في جهاز حصان الحلق والمركز الرابع في الفردي العام الجهاز الفني طبعا زي ما قلت لحدكم بيضم مين الدكتور محمد فؤاد اللي كلمت عنه من شوية والكابتن طارق حلمي مدير إدارة الجهاز والدكتور يحيا مصطفى إدارة قطاع رجال والكابتن واقل ياسين إدارة قطاع الأسات أما الجهاز الطبي للفريق فبيضم الدكتور أحمد مصعد طبيب الجهاز والدكتور أمينة عمر للعلاج الطبيعي وإحنا حرسين دايما في كل أخبارنا نقول أسامي الأجهزة الفنية وكل تشكيلات الفرق ليه؟ لأن ده حقهم الناس دي بتلعب بتاخد بطولة من حقهم إن احنا نذكرهم ونتكلم عنهم فبنقول دايما الأسامي اللعيبة اللي عملت إنجازات وبنقول كمان أسامي الجهاز لأن فيه جهد وعرق ورعاية من قبل مجلس دارة نادي الأهلي هذه الألعاب فحقهم إن احنا نحط الدوء عليهم وكده تكون خالصت أخبارنا داخل جدوان نادي الأهلي